لمن يريدون تناول الطعام في أجواء مختلفة، عليهم زيارة مطعم بلجيكي معلق على ارتفاع خمسين متر، إذ أعاد المطعم فتح أبوابه بعد فترة العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بين زبائنه في السماء. مطعم عشاء في السماء بدأ في بلجيكا ثم انطلق إلى العالمية، وأصبحت له فروع في نحو ستين دولة منذ افتتاحه عام 2006، وتقوم فكرته على جلوس الزبائن في مقاعد مع ربطهم بها جيداً، يتحلقون حول طاولة مثبتة في رافعة، بينما يتولى طهات مشهورون إعداد الطعام أمام الزبائن وتقديمه لهم. المطعم المعلق كان يستوعب 22 شخصاً يجلسون أمام طاولة واحدة، لكن في زمن الكورونا أصبح يستوعب ما يصل إلى 32 شخصاً على أن يجلس كل أربعة منهم أمام طاولة. وتفصل بين الطاولات مسافة، وأتيحت مساحة أكبر لحركة الطهات ومقدم الخدمة. وعبرت واحدة من السكان تدعى كاثرين عن إعجابها الشديد بفكرة المطعم، وقالت إن الأمر يثير الخوف في البداية، لكن بمجرد الاعتياد على الارتفاع فلا بأس في ذلك، هذا بالإضافة إلى أن الطعام شهي، وأضافت أنها ستكرر التجاربة مرة أخرى، كما تنصح الآخرين بخوضها. وسعر الخدمة التي يقدمها المطعم 295 يورو للشخص، أو 150 يورو لحفلات بعض الظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع. اشتركوا في القناة